السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح قراء عليكم جميعا إن شاء الله النهاردة مكملين برضو مع الصفر خمسة التدائي طبعا مطلوب منه زي ما قلنا برضو فياتة سورة غافر وقارئنا جزء منها ونقرأ جزء تاني إن شاء الله النهاردة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر قاضمين ما للظالمين من حميم ولا شفيا يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي السدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآثار في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبنا وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عثت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد اللهم صلى على سيدنا محمد في الأولين وصلى على سيدنا محمد في الآخرين وصلى على سيدنا محمد في الملأ الأعلى اليوم الدين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركاته وهدى وعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعفية رب شرح لي صدري ويسلي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير ربنا لا تؤخذنا إن نسينا وأخطانا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واخفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على من عدانا واجعل فأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم أحسن ختامنا وقوفنا بين يديك اللهم إني أسألك الجنة دون حساب أو سابقة عذاب اللهم إني أسألك البركة في كل شيء اللهم إني أسألك البركة في الذرية والزوجة وفي نفسي وفي أعملي وفي كل شيء يا رب العالمين اللهم مشفي مرضى المسلمين اللهم مشفي من يتألم ولا يتكلم اللهم اشفي من يتألم ولا يتكلم اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين اللهم ارحم جميع موتى المسلمين اللهم ارحم جميع موتى المسلمين اللهم ارحم جميع موتى المسلمين اللهم ارحم أبي يا رب العالمين واجعل كبره روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار اللهم تجاوز عن سيئاته اللهم ابدل سيئاته حسنات يا رب العالمين اللهم ابدله دارا خيرا من داره وولدا خيرا من ولدي وأهلا خيرا من أهلي اللهم أسكه من يد الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يضمأ بعضها أبدا اللهم ارزقه الفرتوس الأعلى اللهم اجعله مع الصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين اللهم الحقن به على خير يا رب العالمين اللهم ادخله الجنة دون حساب أو سابكة عذاب بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وما جدتم به السحر إن الله سيبطله إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أمزل على الملكين ببابل هاروت وماروت فيتعلمون منهما ما يفركون به بين المرء وزوجي وما هم بدارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يدرهم ولا ينفعهم بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان مارد بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل شيطان عاشد بسم الله العظيم الأعظم يحرق كل خادم سحر بسم الله العظيم الأعظم يحرق جميع الشياطين يا رب العالمين بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر المكول بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر المشروب بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر المخطط بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر المنظور بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر المسموع بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر بجميع أنواعي يا رب العالمين بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر صنع لتعطيل العمل بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر صنع لتعطيل الرزق بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر صنع لتعطيل الزواج بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر صنع لتعطيل العمل بسم الله العظيم الأعظم يبطل كل سحر يا رب العالمين اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعتنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اللهم إنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعتنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اللهم إنا دعوناك يا رب العالمين فاستجب لنا يا رب العالمين اللهم لا ترد أيدينا خائبين يا رب العالمين فأنت الغني الكريم اللهم أغننا من فضلك اللهم كونا بكواتك اللهم أعزنا بعزتك اللهم لا تفكرنا إلا إليك ولا تحقنا إلا إليك ولا تزلنا إلا إليك اللهم تقبل مننا جميع أعمالنا يا رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد في الأولين وصلى اللهم على سيدنا محمد في الأخرين وصلى اللهم على سيدنا محمد في الملأة العلم الدين سلام عليكم